عالم من الآثار القديمة التي تدل على حضارة يمنية عريقة جمعت هنا في متحف الآثار في جامعة صنعاء والذي يعد متحفا تعليميا يتبع قسم الآثار والسياحة بجامعة صنعاء وقد تم إنشاء هذا المتحف منذ العام 1982 ميلادية حيث جمعت فيه الكثير من الآثار والنقوش المسندية والممياوات المحنطة رحبكم في متحف قسم الآثار جامعة صنعاء متحف يعتبر من المتحف الهامة جدا في الوطن العربي لأنه المتحف الثاني تقريبا بعد المتحف المصرية التي تتضم الممياوات تم افتتاح المتحف في عام 1982 بعد تأسيس قسم الآثار كقسم مستقل بعد أن كان شعبة في قسم التاريخ المتحف يتكون من مجموعة من الغرف مع الممر ومخزن أيضا ومعمل ترميم يضم مجموعة متنوعة من الآثار تنتمي إلى فترات حضارة وثقافة اليمن التي هي فترة عصول مقبل التاريخ والفترة التاريخية والفترة الإسلامية عثر على هذه المميات من عدم المناطق اليمنية أهمها منطقة شباب الغراس عام 1982 تبعد حوالي 30 كيلو متر إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء عبر حفرية أنقاضية قام بها علماء من قسم الآثار وأيضا الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين رحمة الله تقشاه وأيضا مجموعة من عملات من جبل النعماء انتلاء وأيضا من الطويلة من جبل ملحان هنا في قسم المومياوات في متحف الآثار والذي يعد ثاني متحف في الجزيرة العربية للمومياوات بعد متحف مصر حيث جمعت فيه مومياوات يصل عمر بعضها إلى 3200 عام وبأساليب وطرق متنوعة تدل على أن اليمنيين القدماء كان لديهم مهارات حفظ المومياوات والتي تشابه إلى حد كبير طريقة حفظها في مصر تم تاريخ المومياوات إلى القرن الثالث قبل الميلاد وكلنا يعرف أن التاريخ هذا غير دقيق لأن المومياوات تعرضت للنبش بما يعني أن المقبرة ظلت تنتهك لفترة طويلة جدا التقرير على هيئة الآثار المصرية أثبت أن هناك نوع من التقنية يعني عملية تحنيط تشابه إلى حد تقنية التحنيط في مصر حيث يتم تخليص القسم من السوائل ثم حشوه بمواد الصبار والراء وأيضا اللبان والمر بنسب معينة كانت هذه التقنية حكر على أنواع أو بعض الكهنة الموجودين في المعابد اليمنية القديمة على اعتبار أنه كان من ضمن وظائف المعابد اللي هو الجانب الجنائزي وأيضا الجانب حسب بعض النقوش أنه المعابد كان لديها وظيفة الجانب الصحي أو الطبي في اليمن القديم اعتبر المومياء والتحنيط هو إرث ثقافي تورثه أجدادا من القدمة منذ العصر البرونزي إذ عثر البعثات الإيطارية والبعثة الألمانية والبعثة الأمريكية في مارف في شبوة على عدد من القماش الكتان وطبقات من الجلد وهي من أحد المواد المستخدمة في عملية تكفين الجثة من خربة سعوان ومن شبام كوكبان وغيرها من المناطق تم اكتشاف وإحضار هذه المومياوات عبر فريق من المختصين بعلم الآثار في اليمن والتي تنقل الناظر إليها إلى حقب زمنية قديمة لطريقة عيش اليمنيين القدامى وكيفية حفظهم لموتاهم والتي تحفظ هنا الآن وفق درجة حرارة معينة ومواد تحافظ عليها من التعرض للتلف أو التعف لتبقى شواهد حية على تاريخ يمني عريق وعلم لا زل لا نجهله كان هو السر في حفظ القدامى لهذه الشواهد حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر